اشتركوا في القناة لكن يقولك غصب عني بحبه ايه غصب عني بقى هو هنا يعني الفرق ما بين الحب والجواز انه الحب دي حالة وجدانية حالة وجدانية في الاساس فزي ما قلنا ما فيهاش منطق قوي ما فيهاش عقل قوي ما فيهاش حسابات قوي ولا فيها حاجات تقدر يتحسبيها بحسابات بالتالي ما تنفعش تبقى هي القاعدة الوحيدة للجواز لانه الجواز مؤسسة مؤسسة فيها الجانب الوجداني وفيها جانب اجتماعي وفيها جانب اقتصادي وفيها جانب عائلي وفيها جانب صقافي اه يعني اللي تحبه مش بالضرورة ان ينفع يبقى يبقى جواز بالزبط كم نزل بس الارقام يا جماعة عشان الناس بتتسألني على الارقام المشاركة عشان يعايزين اتواصله مع الدكتور المهدي وده الخطأ الناس كتير عاو فيه نصنع في المحبوب ما ليس فيه يعني بنقابل حد فنتخد من الاول كده هو ده او هي دي ونحس ان احنا لقينا الكنز اللي كنا بندور عليه من زمان تلاقي واحدة بتقول على واحد تحبه ده عبقري يا ستي عبقري ايه ده حد عادي ومصيح نصيح ايضا دي ده عبقري او تقولك يا سلام ده شكله حلو سيبعد المتقدرش ده احلى من ريش هرديجير فاتبوصله فين ريش هرديجير مفيش ريش هرديجير فهو السر يمكن فيه فيه كده فيه خداع كتير وعشان كده لما نيجي نبني بقى مؤسسة جواز مايبقاش الحب لوحده كافي وعشان كده حتى برضو ايه بيبقى الاستشارة في الزواج وانه يبقى البنت لها ولي علشان الجزء الحب الجارف ده هيخليها ما هيش شايفة غير انه هو ده احسن حد في الدنيا او بس حضرتك لما تقولها الكلام ده هتبقى حسن انك بتعذب قلبها اه صحيح هي بتحب اه صحيح ومن نهاية الحب في مجتمعاتنا اه هو الجواز اه فالغلبانة دي وبيبقى الحب بيعمل حاجة اسمها عناد الحب اه كل ما تكلمي حد محب اه بالعقل يعني دكتر يا عم خد بالك مش حرف ايه ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا لا ما يهمش ده هو وستوى مش مقدريني يعني مثلا ايه تيجي بنت مثلا ايه بتتجوز واحد مش من مستوى الاجتماعي خالص يا بنت حرم عليك ده ابوه كان تاجر مخطراته هو ملق من ابوه لا ولا 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 اثار الحكيم واحمد ساكي في انا لا اكذب ولا كيمي اتجمل اه يعني مستوى اجتماعي مختلفة كيميائية تقفز قفزة رهيبة جدا في المستوى الاجتماعي وتشعر انه انه ده ظلم ليه واثار حكيم برضو الحب واشياء اخرى مع نمضوح عبدالعليم هذا المسلسل الشهير ان مع الحب لازم تكون هناك اشياء اخرى للجواز اه بزبط فالجواز مؤسسة ليها متطلبات اخرى تتجاوز الحب اه الحب كويس لو هو موجود بس مش هو العمود الواحد يعني احنا بنتخيل الجواز ده مبنى كبير او برج كبير قوي يشيله كم عمود لما يجي حد يقوله البرج الكبير ده او العمارة الكبيرة دي على عمود واحد لا يتكسر مهما كانت قوة هذا العمود لابد من اركان زواج الحب